موسيقى مساء الخير أحبائي وعزائي النهاردة هنتكلم عن استغاثة زوار دير السيدة العزراء إلى محافظ ألمانيا دير السيدة العزراء بجبل الطير مدينة سملوت محافظة المنية هو مكان مقدس تحول في الإسبوع الحالي إلى ألم ومتاعب وأوجاع لألاف الزوار الإسبوع ده هو المعتاد والمحدد لإقامة احتفالية سنوية دايما بي يتوافد عليه الألاف من كل مكان من الكرة والمدن المجاورة للدير لنواي البركة المقدسة مع مراعاة أن هؤلاء الذين يتوافدون على الدير من كل المستويات العمرية هم من الطبقات الفقيرة التي ترى في هذا الأسبوع الاحتفال فرصة للاستجمام من متاعب الحياة وهممها فمن بين هؤلاء الشيوخ والأطفال والمرضى والمقعدين والمتعبين ناس كتيرة قوي وفئات عمرية كتيرة وفي هذا العام كانت الطامة الكبرى فكما أرسلها إليه أهالي الدير وما يحدث بيه فقد أرسل المواطن جوزيف عدلي لبيب الشهير بحنة المقدس يستغيث ويصرخ مما يحدث في الدير والزوار من قبل المسؤولين ليه؟ والأمنين اللي أصروا على غلق مداخل الدير وإرغام الزوار بالنزول على بعد ما يقرب من 10 كيلو منه ليه بقى كل ده؟ طبعا رحلة عذاب تستغرق ساعات في تسلق الجبال فمنهم من يحمل الأطفال ومنهم من يحمل المرضى للوصول إلى مدخل الدير نهيك عن المعاملة الغير أدمية اللي بيقوم بها المسؤولين تجاه الزوار وأهل الدير اللي بيطلبوا بدخول الزوار مباشرة وحسب ما ذكره حنى المؤدس بأن تم إبلاع جميع المسؤولين الآمنين والتنفيذيين وعضاء مجلس النواب دون أي جدوى أو استجابة فيما كتب الكسرين على مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة إلى الرئيس الجمهورية وإلى المسؤولين والبعض وصب ما يحدث بالمهزلة التاريخية فقد كتب المهندس مقار العمدة من أبناء دير العدراء أيضا أن ما يحدث من إهضار لكرامة الزوار هو مأزلة تاريخية تستوجب محاسبة المسؤولين عنها واصفا ما يحدث بأنه تشبيه بالعالقين في معبرة غزة مع مراعاة كما ذكر حنى المؤدس أن الدير ليس بيه أي مظاهر من الاحتفالات فليس هناك إلعاب أو بيع أو خيام تستوجب ما يحدث للزائرين وعليه أطالب السيد المسؤولين وعلى رأسهم السيد محافظ المينيا اللي هو أسامة القاضي ومدير أمن المينيا السيد اللي هو محمود خليل وكل القيادات الأمنية والتنفيذية بالتدخل لتصحيح مصهر تلك الأحداث ويعطاء تعليمات للقوة الأمنية ومعهم المسؤولين بأن يسمحوا بدخول الزوار من مدخل الدين مباشرة احتراما لكرامة المسنين والأطوال والمرضى وذلك ليس له علاقة بالإجراءات الاحترازية لأن أرض الدير خالية من أي مظاهر الاحتفالات وفي كل الأحوال الزوار دايما بيروحوا يصلوا لداخل الدين لكن بعد رحلة عذاب شقة ومتعبة وجعلت الجميع صاخت على ما يحدث لكن في كل الأحوال بنشكر ربنا على كل حال أن ربنا يشيل عننا ونطلب منه نشيل عننا المرض وأن يحابز على المرضى ويحابز على مصر العظيمة بجيشها وكوتها وأمنها ويحابز على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحابز على البابا طوالدروس الثاني بابا باطلارك القرازة المركسية شكرا لكم يا حبائي وعزائي ولكم مني كل الحب والتقدير ولو أرجو اللواء لسه ما اشتركش بالقناة يدوس كلمة اشتراك ويدوس لايك ومستني تعليقاتكم الجميلة ولكم مني كل الحب والتقدير ويا رب دايما تكونوا دايما بخير وأسيب لكم مزمور تسمعوه لو حبيتم تسمعوه شكرا لكم وأتمنى تكونوا دايما بسلام وسعادة سلام 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 ترجمة نانسي قنقر